يعني بس وما في ترتيب يعني ما في It's not like structure يعني ما راح يكون بس جوابا على كلمة ناصر وستاذ عباس وستاذ ناصر بنسبة لي راح اقول كم نقطة أولا المفكرة الحر بنسبة لي هو الشخص اللي بشك دائما ان هو على حق الشخص الشكاك حتى في نفسه بشكل دائم هذا هو برأيي المفكرة الحر المفكرة حتى لو كان مفكرة اللي بيعتقد ان هو على حق او انه هو معتقداته وافكاره هي يعني هالنخبوية الثقافية الموجودة عند البعض هذا برأيي مش مفكرة حر حتى لو كانت افكاره جيدة يعني فالمفكرة الحر هو اللي بيعتقد دائما انه ممكن هو يكون عم بيأمم بأوهام او بأفكار ممكن تكون على خطأ مية بالمية هاي نبرا اول نبرا اول المفكرة الحر هو الذي لا يؤمن انه هناك حقيقة مطلقة اسوأ انواع المفكريين وخصوصا في عالمنا العربي هن الاشخاص اللي بيأمنوا انه في حقيقة تروث وهن راح يبشروا فيها الاروع للناس برأيي هدول اسوأ انواع مفكرين حتى لو كان عندهم ثقافة عالية او كذا بما فيهم ادونيس بما فيهم ادونيس طبعا وبالذات ممكن ادونيس تحديد ادونيس هلا برأيي انا انه في تطور في التفكير الحرفي العالم بشكل عام منذ الثورة العلمية بمنتصف قران السادس عشر الماء انا ظن خلف خمسمية وخمسين الى حد الان صار في انفجار في التطور العلمي والثقافي وفي تطور الانسان في كتاب اريتم مؤخرا مفكر اسمه ستيفن بينكر منك سحدث اما فيه هو سايكولوجست في كندا بيقارن ما بين الماضي وبين الحاضر وكيف انه بعد الثورة العلمية صار في انفجار في المعارف العلمية وفي التطور التقني وكيف حياة الانسان بشكل عام اتحسنت بشكل دراماتيكي فاذا بدنا نقول احد خصائص التفكير الحر هو يمكن التفكير العلمي او التقنيات العلمية اللي غيرت حياة الانسان وما زالت تغير الشيء اللي صار في الخنسمية السنة الماضية لم يحصل خلال الاف السنين واذا استمرنا نحن على هالمنوال وعلى هالوتيرة بهالتسارق بعد ممكن خمسمائة سنة الله اعلم ما رح نصر لها الفكر الحر هو الفكر هلا عم نحكي المفكر الفكر الحر هو الفكر المتحر من اي ايديولوجيا من اي ايديولوجيا المفكر الحر هو الذي مستعد يغير افكاره في كل لحظة ومستعد يقر انه كان على خطأ لذلك انا احيانا ما بفهم كيف المفكر الحر ممكن يكون عم بيفكر نفس الافكار هو عمره عشرين سنة وعم بيفكر نفس الافكار هو عمره ثمانين سنة لا يفهم لي انا رح اخالف استاذ ناصر اقول المفكر الحر اللي وما باعتمد على الافكار الاخرين نحن كل تراثنا الفكري وكل افكارنا هي معتمدة على الماضي نحن عبارة عن تراكم معرفي وتراكم علمي وتراكم ثقافي نحن نغير ونغيير 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 كل الان هذا هو الافكري بشكل عام فطبعا نحن معتمدين على الماضي وعلى افكار الاخرين بس نتجاوز ونغيير وكذا رح اول شغلتين بس بشكل مختصر انا ما بدي ااخد اكتير وقت يعني فيه بموضوع التفكير الحر فيه يعني خطين متوازين فيه الاسلوب وفيه المحتوى رح احكي اول شيء عن المحتوى بمعنى المحتوى شو هو الفكر الصح والخطأ مين بيحدد شو هو الصح وشو هو الخطأ مين بيحدد انه هالفكر هو حر وهالفكر هو خطأ يعني نحن في عنا احيانا كتير كمثقفين بظن كهي نعتبر ان نحن نملك الفكر الحر ونملك الفكر الصحيح ونملك الكذا وسنغير وسنعمل وسا طيب انت على اي اساس عم بتقرر انه الفكر الحر يا اخي طيب بالكي الفكر الاخر اللي انت عم بتحاربه هو الفكر الصحيح مثلا يعني نحن عليك التعامل للتعامل الآن برأيي شخصي الفكر الصحيح او الفكر اللي يثبت انه هو بالواقع اثناء الممارسة والتجريب أثبت انه هو يحسن حياة الانسان هذا هو الفكر الصح مش نظريا الموضوع مش نظريا مش اندي سبتتعتقد انه فكرك او فكرا الاخر هو الصح حتى لو كان فكر براق وحلو جميل وكذا الفكر اللي يثبت بالواقع اثناء الممارسة يعني انا ممكن اجي اقول اشخاص مثلا انا بعض الفكر الشوعي مثلا والله فكر على الورق يبدو يعني جميل وحلو والعدالة والكذا والهي ولكن انت لازم تطلع على الممارسة والتجريب هذا الفكر اللي ما اتطبق بالواقع شو كانت النتائج وعلى الاساس انا برأي هذا المعيار الوحيد حتى تقدر تقرر اذا هذا الفكر فيه شيء ايجابي او فيه شيء سلبي وعلى الاساس برأيي لازم نحدد الفكر الحر نقطة الاخيرة حتى ما اطوله وراح احكي بعدين جوابا على مضر بالنسبة للعرب الاسلوب كيف نحن رح نحفز على فكرة كلمة التحفيز انا بتستفزني انا لا اي دون لايكت بحس فكرة التحفيز مثل هاي المبادئ نظرية للأحزاب السورية انه انا رح اجيب ورح ابشر ورح اعمل وكذا رأيي شخصي طبعا هدا رأيي شخصي التغيير يبدأ من الذات انت اذا بدك تغير انا عندي شك في الاشخاص اللي بيجيوا بيقولوا لي انا رح اغير العالم واكتيفست وراح اعمل وسوشال امبروفمنت وسوشال ريفولوشن يا اخي قبل ما تغير العالم غير نفسك التغيير بصراحة انا برأي انه ممكن انت تغير العالم اذا غيرت نفسك اذا كل واحد في المجتمع غير نفسه بتغير العالم فانت بابدأ في نفسك ابدأ في الشيء الذي عليك كنترول غير نفسك اذا غيرت نفسك انت ممكن هديك الوقت ممكن ممكن تغير الدائرة الصغيرة الحواليك يعني ممثلا هديك الوقت ممكن تغير اولادك او عائلتك وبعدين اذا نجحت اذا قدرت تغير يعني ممكن هديك الوقت تعملت تعملت وهكذا يعني ابدأ من الدائرة الصغيرة وبعدين كبر الدائرة مش بالعكس ما تجي تقلي تغير العالم وانت نفسك بيكون تعملت كبير وافكارك انت يعني انا ياما اشخاص ديروا العالم وهم في بيتهم يعني انت فكتب اذا شغل الثاني انه بالنسبة للعرب عفكرة المنطق عفوا استاذ عباس كنت عفكرة المنطق المنطق مخادئ يعني تفكير المنطقي تفكير مخادئ يعني انا بالمنطق ممكن اقنع في اي شيء يعني شو المنطق يعني المنطق ما الشاء الوحيد هو بجع بقول هو الواقع الواقع هو اللي يحكم على الافكار السيئة من الافكار الجيدة بالنسبة للعرب يعني بكل اختصار علينا التخلص من الخرافة والاوهام علينا فقط اعتناق التفكير العلمي يعني اعتقد ان هذا فقط يعني يعني عنا كثير خرافة ونعرف هالشيء نحن وعنا كذا فاذا قدرنا ان نحقق اي تقدم بهالمجال بيكون منيح وشكرا شكرا شكرا